ايها الحفل الكريم مشاهدين متابعين العزاء اسعد الله مساءكم ووطابت جميع اوقاتكم بكل خيرا ومحبة وسلام تتواصل هذه الانطلاقات وتتواصل هذه التحديات من الميدان الذكي تحفت ميادين سباقات الحجن العربية الاصيلة وفي هذه التحديات المثيرة التي تنطلق مع شوط الختام كما بديناها بالمسك نختمها بالمسك والوروج والياسمين ننطلق مع ختام اشواط هذه اللمسية التراثية لنسير مع شوط الابكار الحقائق التي تنطلق في هذا الاداء الجميل والمركز الاول والصدارة والمقدمة هناك حفلة من تحتفل منذ البداية وتقدم لنا شعار احمد بن محمد بن كراز المهيري بالمركز الاول وفي الصدارة بينما المركز الثاني هناك امواج ساري بن محمد بن بلوش المزروحي يتواجد بالمركز الثاني يتقدم في حاطة الاداء الجميل بينما المركز الثالث هناك تتقدم رسالة وصلت رسالة مطر بن حمد بن مبارك المهيري يتقدم شعار راعم طيلة الذي تفوق في هذا المساء بينما المركز الرابع رابع المراكز هناك ظن وظن وصلتي هذا الاداء محمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري الذي وصل بالمركز الرابع بينما المركز الخامس هناك متعبة ولا الشاهنية محمد بن اغدير بن عبيد الاكتبي على خامس المراكز المركز السادس سادس المراكز ود ود وصلت في هذه اللحظات وتقدم محمد بن جفران بن سعد الجفران المري ليتقدم سادسا والسابع المراكز المركز السابع في هذا الاداء هناك الوصول لنظبي سعيد بن سالم بالرصاص العامري وصل بالرصاص في هذا الاداء على السابع المراكز المركز الثامن هناك تعويض عبد الله بن راشد بن فتاح الشامسي ليصل في هذا الاداء الجميل ولكن العودة الى المركز الاول العودة الى الصدارة العودة الى المقدمة الى المركز الاول مع شوط الختام ختام هذه اللمسية لياتي شعار رعيم طيلة في هذا الاداء الجميل واختتام منافسات سن الحقائق التي تنطلق في هذه الحظات لياتي مع هذا البسار رسالة يا رسالة هناك في هذا الاداء الجميل رسالة مطر بن حمد بن مبارك المهيري كما نذكر بالتتويج اصحاب الرموز يتوجهون الى المنصة الرئيسية بعد نهايتي هذا الشوط ولكن نعود هناك مع التنافس نعود مع التحدي مع لايحة الكيلو المتر الاخير الاخير ولكن المركز الاول ولكن الصدارة مع رسالة ما زالت رسالة تحمل هذه الرسالة تحمل هذا التحدي الجميل ومن المركز الاول بينما المركز الثاني هناك شاهنية طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت وصل على المركز الثاني ثالثا تقيرت هنا في هذه اللحظات احتكار احتكار وصل علي بن عامر الحجري وصل وهالي السلطنة تقدم في هذا الاداء الجميل ولكن وصلت وتحركت في هذه اللحظات الجميلة هناك وصل عبدالله بن طيرش الوحيبي ولكن العودة الى المركز الاول العودة الى الصدارة الى رسالة يا رسالة مع اللحظات الاخيرة مع اللحظات المثيرة تدون هذه الرسالة تدون هذا التحدي تدون هذا الشوط باسمها في هذا الاداء الجميل باسم هذا الشعار وشعار راحم طيلة المبدع المبدع في هذا المساء دائما وابدا يبدع هنا تقدم مع رسالة مطر بن حمد بن مبارك المهيري سلام يقشاب سلام في هذا المساء الجميل والسلام عيناوي بينما المركز الثاني وصلت عبدالله بن طوير شوهي بمعشانية المركز الثالث وصلت هناك احتكار علي بن عامر الحجري بينما المركز الرابع وصلت هناك مع هذا التحدي عبل سعيد بن مطر بن محمد الرميثي وخامس المركز هناك وصلت بالتحدي المثيرة الضفرة عبدالله بن علي بن سعيد المنصولي اذا مشاهدين متابعين العزة كما نعود بالتوقيت الزمن الذي تسجل تحت اقدام هذه الذلول التي تسجلت ست دقائق ثانيتين وخمسة اجزائي من الثانية تهانين والناموس المالك رسالة مطر بن حمد بن مبارك المهيري وهذا الشعار من تفوق في هذا المساء الجميل ليحقق هذا الانتصار الرائع والمميز بينما المركز الثاني وصلت على داني هناك وصل شعار عبدالله بن طويرش هناك هنا عبدالله بن طويرش الوهيبي من وصل بالمركز الثاني مسجلا توقيت مقداره ست دقائق ست دقائق سبع ذواني وثلاثة اجزائي من الثانية تهانين والناموس بينما المركز الثالث من وصلت على ثالث المراكز هناك الواصلة بالتحدي مع الضفر عبدالله بن علي بن سعيد المنصور مسجلة توقيتا ومقداره هنا بانتظار التوقيت الزمني هناك ست دقائق تسع ثواني وفان وتماري